كتاب جمع الجوامح ننادي السفر في الإمام تجد الدين السبكي المتوفى سنة 771 الهجرة منذها مئة مصنف كتاب جمع الجوامح ذاير الروج ذاير الروج أم القرآن ذاير الرجل ذاير الرجل ذاير الرجل ذاير الرجل اسمس أصول الفقه الإسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يوالإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله الوقيذ المجلس رقم 51 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة الكتاب الخامس وصلنا إلى الكتاب الخامس يعني المصنف تاج الدين السبكي عالجة أربع كتب الكتاب الأول الكتاب يعني القرآن كملناه القرآن ذنة سا يتارجا ثم زوروث نتشارعيث كلام الله يهضرت في الناس الكتاب والسين ثارجا في السنة في المصدر الثاني السنة أيضا كملناها السنة النبوية نشرحي سنة في سلاة الإجماع نفوق إيصار ربعا الكتاب الرابع القياس نطول ذكس أطلنا في موضوع القياس خاصة في موضوع العلة ومسالك العلة كل ذلك شرحنا ثورة الكتاب الخامس يبض في الاستدلال معنى هذه الكلمة تفيد الاستدلال على حكم الأحكام الشرعية حيث لا نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا إجماع حصل ولا قياس معنى دخلنا في المصادر الأخرى ويفذا بالاستصحاب الاستصحاب ما معنى الاستصحاب هذا ما معنى الاستصحاب نقوله بالعربية نترجمه بالقبالية الاستصحاب هو استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي حتى يثبت ما يغيره هذا التعريف جامع مانع بالمثال يتضح المقال نترجمه بالقبالية يمثنغ يدر شرعا دقار الاستصحاب حسفيث يدر اعتبر الغائب حيا لماذا استصحابا لحياته لأنه غادرنا وهو حي نعتبره حيا نعامله معاملة الأحياء فإذا مات أبوه أو مورثه هو نعتبره من الوراثة على إلى أن يأتي الدليل الذي يثبت ما يخالف ذلك يجيب الشهود يقول كالديمات ولا يجيبه في الصندوق شفنا مات خلاص نعتبره ميت أو يصدر ما يسمى بالوفاة الحكمية ما هي وفاة حقيقية ما هي وفاة حقيقية أدفع الججمع سوال البروسيديو لا يستمر ما يوني غاف اختار نارفع سنين ما هي وفاة حقيقية ما هي وفاة حقيقية تثبت حياته ونغموته ما هي وفاة حقيقية القانون فصل فصل القانون المعنى يس يناد واجي بعد أربعة سنوات يدفع عن ججمع سي الجج القاضي أدني واجي مات ولكن القاضي لا يعلم يدفع على البروسيديو للإجراء تسمي وفاة حكمية على شقال حكمية خطر الوفاة الحقيقية ولماذا ونزررها إذا لا يدفع الججمع باللي يمث أم بعد دفع تشار ثابورث أخي قرن تشار ثابورث أدو يغل ذا قل لانت أحكام ممثم طوثي ستسفر أبريمي دفع الججمع تعتد ما هي العدة عدة المتوفة عن هذه وجوه أربعة شهور وعشر يام أربعة شهور وعشر يام دائما كما تتغيير معلقة ما هي تتغيير تتغيير ثلاثة أربعة تتغيير تتغيير لماذا تتغيير إترني إلا قد دفع الججمع ونشتغي لذي الشرع ولكن قبل دفع الججمع ما يمثفف أسم جموريس نحفظ له حصته في الميراث لماذا استصحابا لحياته هذا أمر طبيعي صح نفهم الاستصحاب الجنين إذا عبوت الجنين اسمك ساعة شهرين ثلاثة يمث في ذلك إذ كالجنين هذي ورث نخط هذي ورث 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 إذا عبوت جماز إذ مر حي إذ مر ميت إذ مر ذي عيش تسعة شهور أديل يمث لا يرث ذي شغي الصوضن أسن جم موريس أسن حرز موريس يرنس حرز مورم قرانا نخطم لحياته لحياته خطر إذ مر دقشيش إذ مر تقشيش إذ مر سلط تقشيش إذ مر سين وراش إذ مر أقشيش أو تقشيش وغي قرنس الميراث بالتقدير أنخدم لحياته احتمالات وانطف الحظ الأكبر نحفظه للجانين سبحان الله الجانين ما زال يسغر الدونيث نجيس مورم القرآن تقشي موجودة نغواند ثمثل تقشي لاشيش ذي القوانين الدونيث سوى ذي شرائع الإسلام هذه المسألة لا وجود لها في شرائع الدنيا وفي قوانين البشر لا نجدها إلا في شريعة الإسلام انظروا كيف كان الإنسان مكرما ومحفوظ الحقوق ولقد كرمنا بني آدم صورة الإسراء الآياء رقم سبعين فانفهم هيا رسل جام موريس استصحابا لحياته ولكن حياة الجانين هل هي حياة حقيقية أم حكمية حكمية هذا كتفل اللي راها قدامنا حياة حقيقية أما حياة الجانين حكمية حكمية مدام حكمية ننتظر مرد يسر الدنيس مالو لدحي لو كان ذي عيش إن سيقوند ثانية واحدة وارث ثم يعتبر مورث على طول يارث ثم يورث يورث صبعا شوف الحكمة هذه عشون سيقوند ميلة فاللسل علامة من علامات الحياة إيرف ذا فوسيس يضصد يتسر هذه من علامات الحياة يعجض الصورة خلبك الحركة إذا ظهرت عليه علامة من علامات الحياة يعتبر وارثا فينتقل إليه الميراث شرعا بعد تلك الثانية التي عاشها يتحول إلى مورث فيقسم منابوه على ورثته نعم أعجب الأراضي نحن في الجزائر نحن في الجزائر نحن في الجزائر نحن في الجزائر لك لك لا يوجد استصحاب كارثة نقول لكم شيء خطير المعظمون الأراضي ينتع الأجداد لا يوجد وقت نعم أكيا لك نجد ونسألك وقت أكيا 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 هنا ينظر إينا أكيا أكيا في الجزائر لماذا أمشي ديو ساعة يتحول 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 انتقل بالتواتر يروح لم ينقطع الملكية انتقلت من المورثين ورثة حتى ألا إليك ولكن ذكرنا في الزمن التوثيق التوثيق والتوثيق يدخل في باب المصالح المرسلة أمشي وثقسي لشيء طراب نساع يأيما عن طريق الكاداستر الدفغ الكاداستر ديكلاراسيون تصريح السنواتي بعد الدفغ ليفريفونسي الترقيم الأولي الترقيم كان القوانين هنا هذا ليس لن يقول هذه القوانين المخالفة للشريعة نقول لا لا أقرأ تفهم هذه إجراءات دخل في المصايح المرسلة أنا ونعيش حياتنا ننظم حياتنا هذا هذه 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 رح الكاداستر رادياستر بعد السوال ليفريفونسي الحمد لله فرساغ الكواغ الشرعيث فهمنا الاستصحاب فهمنا الاستصحاب يلا نعود إلى كلام المصنف ماذا قال المصنف ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف خلافا للمزني والصير في وابن صوريج والآميدي لغة تجد سبك اللغة معقدة جدا رمزية أنا ذو الكود نفتته هذا الكود بورتابلنتا كدو الكود غير أنت تعرفه حتى هذا عنده بورتابلنتا وعنده الكود هيا الكود نبينه ماذا يقول هنا الإجماع الإجماع ما ثبت بالإجماع سابقا ممكن نعطي لكم مثال أجماع الصحابة على أن بنت الإبن تريث ورغم أنه ما كان ما كانش نص مباشر وأجمع الصحابة على أن الجدات ممنوعات من الزواج لا يجوز للرجل أن يتزوج جدتها رغم أنه الآية قال حرمت قالت حرمت عليكم أمهاتكم هل القرآن وقال وجداتكم ما قالش ولكن أم الأم أم الأب ما تذكروش ولكن يجمع الصحابة باللي داخل في الحرمة التحريم على وجه التأبيد إترن المو تقي قرص الموانع المؤبدة الموانع المؤبدة الموانع المؤقتة رهي حاجة أخرى هل يجوز للرجل أن تزوج مرأة في العيد نقوله مؤقتا لا يجوز مؤقتا كي تخلص العدة يجوز كي تخلص العدة الشرعية والعدة تختلف تختلف من إله أجمع الصحابة الإجمع الإجمع ولكن كان إجمعات تأتي بعد ذلك لأنه ما تعرف الإجمع هو اتفاق جميع العلماء أو جميع المجتهدين من المسلمين الشرط الإجتهاد زيد من المسلمين يجب أن يكون مسلمين زيد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قيد المعتبر خطر إذا أجمع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة في النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق فتصبح سنة تقريرية معناها العبرة في في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم إما بموقفه إما بالكلام أو بالسكوت أو بالبسمات كما شرحنا ذلك في موضعه إذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كمل على حكم من الأحكام الشرعية العملية معنا الإجمع ممكن يتحقق إذا أجمع العلماء ثورة على أن المعاملة جيريبوية معاملة جديدة يقول لك تاقي ذي الريبة ذي الريبة لم تظهر في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابع ثابعين ولا في عهد الأئمة المجتهدين ولا الإمام مالك ما سمعش بها أصلا الكلوناج ذا جديد لا دين لا كارت جينيتيك تطور طبي البيولوجي صار في هذا الزمان الإمام مالك الإمام الشافعي لا سمعوه بالكلوناج يعرفوه والسيناريا الاستنساخ خطر العلم دلوقت إذن هم أعطونا الأصول باش ما ننسوش فضل السابقين لا ننسى فضل السابقين ثورة علماء العصر ثورة من جمعا أنت بلي الله دين حرام حرام الكلوناج حرام حرام فكان داك الأدلة قال انت خرثي البشر ترون كيل دمثال لا دين أما تصدم الله دين يدخل قرب بيذيك لك جينيتيك من بعد السفر فوتوكوبي الغاشي مشكلة وزرم شو ضران بعد نجاح عملية استنساخ النعجة دولي في 996 والنقاش الذي حصل بين علماء القانون وعلماء والسياسيين وكذلك علماء الاجتماع علماء النفس يقدرون هذا الوقت الني نوذن بعد قرن كل الكلون الجدين لا يجوز خلاص أجمعه ودين الخلف وثاني حتى من ناحية العلمية ثبت من ناحية لا يجوز هذا هذا يجوز هذا هذا من ناحية خلاص خلف من ناحية تجيز ترمكي من ناحية من ناحية من ناحية ما يقول الله ما أدركت سوضغ البشر مشكلة هناك حرج يطال البشرية قاطبة قاطبة لو كان يكون الاستنساق البشري يسمحون به مشروع إذا كان أجمع أجمع وممكن في المستقبل يجي رأي آخر يخالف ذرعادي هذه خلي العصر تمشي أنتم أعلموا بشؤون دنياكم النبي صلى الله عليه وسلم رافع الحارة جعني البشر أغرف كان خذ مث دونية الحقرز ذات ولكن سعمل أصول سعمل القرآن سعمل السنة أمان بشاة تفهم من قد صغر من العلوم ودقران كيني ديريكت أدفغ الآية كنت سفغ الحكم يا حاصر نشي كندوك بوراكيوث لكيوث وذرير سلاقلي سلاقلي تخبرت مليح في قذائي انباد أتسمس فامض سهل لا من المسائل التي ذكرها شراح جمع الجوامع هذه أنا لا أقولها أقولوا نقل عنهم إنك مما وقع فيه الإجماع لو كشيني كنت تحوسع للماء باش تصلي تتوضع ما لقيتش الماء تفضر أمام قريب ذيفة العاصر واش تدير تيم متفاهمين اكشم تيم ما وبدأ في الصلاة وبعدين جاءك من يأتيك بالماء دي تسزره قرامان هل يقطع صلاته أليس المتظر في الصلاة يكمل يكمل وقع فيها إجماع فرد يمسألة فقهية واش قال العلماء قالوا أنت دخلت في الطاعة بوجه مشروع الأصل ذمان في ضرمان الوقت اختياري فات وقع في وقت ضروري إي لقى أتزل إن الصلاة كانت علمون من كتابا وقعت صورة النساء الآية بيو ثلاثة إذن إجيب لك الماء كمل صلاتك لك لك لم تعرفش هذه الحكم السلام عليكم سلام عليكم جيبوا للماء لا لا كمل لأنك أولا دخلت في الطاعة بوجه المشروع فإن ربنا قال لا تبطلوا أعملكم تفضلوا خذ ما كمل لأس يرشغل إتقال لا دي نفس أهل تقفلت لا إذن هذه أتقمك كيف لا ما يسديوني بوضراء النظم مجتهد بارك أغذيو الأدلة التي لا نعرفها فعينا ربي فعينا ربي دقاء ربي مهد ثركا تسري ولكني وهذه ثقافة الآن ثقافة مريضة عند بعض الشبابين يحصر العلم في زجثة من العلماء هم لا يقبلون هذا الإختزال ها يقولك العلماء فلان وفلان فقط يا ولدي علاء لماذا تضيقون واسعا لماذا هذا خطأ هذا خطأ منهجي شرعي خطير لا تختزلوا لا وسع لا تدري ربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم على بركم رب يوفق بعض الناس بعض العلماء الآن إلى مسائل لم يوفق إليها العلماء عبر التاريخ منذ 14 قرن كان أدلها في التفسير مثلا تفسير القرآن الشيخ شعراوي الله يرحمه وفق ربي البعض المعاني ما ذكرها المفسير الأوائل على وجه الإطلاق الشيخ شعراوي يوفق إليها رب يرحمه تمثال ذي تفسير القرآن وثم تفسيرنا وكيف يزورها لم يذكرها وهذه حجم ليحا وكذلك فعل صاحب جمع الجوامع هاو 771 ميت شح القرون ورانا نقرأها الآن في سنة 1444 للهجرة دليل على إخلاصه ويبقى هذا العلم أو علم ينتفع به إن شاء الله يدي الأشر إذن لا نختزل أربين ولا تنسوا الفضل بينكم صورة البقرة الآية 237 الصفحة اليسرى الصطر رقم 14 قبل الأخير يكمل المصنفة شو دينا طبعا حينما ذكر العلماء للمزاني والصيرا في ابن شوه سوريج والأميدي هذا من الشافعية ابن قيم الجوزية رجح هذا القول وكان علماء وياض فعرف أن كلام المصنف فعرف أن الاستصحابة ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول واش يقصد هنا الثاني معنى الزمن الثاني الزمن الحاضر لثبوته في الأول معنى الزمن الأول باش نفهموه هذا الكود هذا نزيده الكلمات هذه باش نفهموه وكلامه مختزل يعني ثبت ما ثبت في الزمن الحالي لثبوته في الزمن الأول نعود إلى المفقود ولكن غيجان يروح أيضا ند ثورانسا حي أخطر الحياة تكيث اللغي الزمن الأول أسميك سوفر يروح حي نكون ثورانسا نحصف حي ألا مديوسا الدالي الوايض يأما أثد يسدك صندوق يأما دس إيناهيان ديني نحضر مجموث نطليف يأما دون سيرتيفكا أنت فيه نغا دوين ذا لطبسي خذب ناس تشريح هذا إلى آخر مولاش نكون أعتبره حيا هذا هو مقصد فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني يا يا تجدين سبكي والله لا يقدم في الثاني لا لا يقرد برثي قرأين أنا درته الشرح كينين وشرحوا في حياته معناها العلم تنقلب التواتر هكذا بالأسانيد بالسند لثبوته في الأول يعني في الزمن الأول لفقدان ما يصلح للتغيير معنى أنها لم يرد ما يغير ما ثبت في الزمن الماضي إذن الاستصحاب يظل قائما هذا يتكمل إلى أن يقول وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابت أمس لكان غير ثابت يعني دورا بشا ديني كان ما ثبت باليوم لا نقره لو لم يثبت بالأمس نعطي نعطي الديني لوحد داخل ما ثنغ هذا بريء ذمته بريء لكان يجي واحد يقول نسال لك خمسين مليون سنطيم نقول له لا الأصل براءة الذمة ذمته بريء من كل دين قبل ما يهدر هو نهدره هنا وقبل ما نهدره هنا الشرع يهدر استصحاب الأصل أن الإنسان ما هوش مدين وكيد ثلاث ولذي قبل لدن تقن كوني قبل لدن انتقن كوني انتقن الشرع يناد أوتس ولا صدار شيني صفحة بيضاء ألم أدياوي الركونيسانس دو ديت نغد يسئنايا الشهود لماذا خاطئ مثل آخر أحيانا في الحياة شكالات واقعية كي متواحد يأتي واحد مولاده يقول لكم حبسه هذه الدار أعطها لبابا هذا الحانود أعطها لبابا دو ناسيا مجموثيون أدفغ البعض برويس أدفغ مضوز أي مضوز أي معزوز أدفغ أدفغ ذو لأي كان هذا هو الأصل الاستصحاب أو يأتي هذا الطفل الذي يسوقه شيئا يحبس ما تفعله؟ صحيح؟ لكن حي يقدر يلغيها يسمس الرجوع في الهيبا يجوز شرعا وقانونا شرع ربي يجيز الوالدين يجيز الوالدين في كن دونسيو التسانيولين ذي شرع وذي القانون الدنيا تورا في الوالدين 24-11 الوالدين 211 المدى 211 من قانون 84 11 المعدل والمتمم يجوز معدب على الاستثناءات يجوز الرجوع في الهيبا من قانون يمث 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 مدى يمث 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 الله غالب سوى ما يقوض ربي السيناول دي خاف ربي أم يفكا يخشيني وحده لكنه يفكارا سفي ظلم ايه ساوى أنا تصريح الوالب يدعوا الله وعدلوا في أولادكم تفيذك قانون يمث ومدى يمث يمث تقول يمث 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 في الرغلة دوناسيو، ما حال؟ ما حال يرجع الهيبات؟ ما حال يرجع الهيبات؟ تقول له خف ربي، يقول لك استغفر الله ربي يعفوك، اغفر ونشضن وكان بعض الأولاد يحى صراحة يقول لك اروح للقبر، ارصص كيس تغنى وتغنى كما تعلمون لا علاج لها تغنى، عندها حل؟ انمارة، انمارة لا حل لها المتنبقى لها الزمان لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداوها ماذا تقول لك؟ الشيخ حسن مدينة لماذا؟ ماذا تقول لك؟ خطر لك؟ يذهب يستغل في حانوت ماذا تقول لك؟ ماذا تقول لك؟ ماذا تقول لك؟ إن شاء الله يستخدم الحيلة يستخدم الحيلة ماذا تقول لك؟ بلغة القرائن بلين أرث سيدراني في كل خضاصي ومغارا مبابا سورتو العوامين قولا أثيو ذي طموبيل أثيو ذي الرسطورو وأصدق شوية البانان أثيو غر نطر سورتو مفاق كيف ماذا تقول لك؟ يا إه! طيب! والذي اللعنه جاء إلى الستنائة هل طيب محبو؟ هل نحن أنه آه؟ هل نحن أنه؟ هل نحن نتنام؟ هل نحن نتنام؟ هل نحن أنه يموت؟ أم بعد أن نموت؟ هل يمكنك أن يكون؟ وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس لكان غير ثابت إلى أن يقول مسألة لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علماً ضرورياً وإلا فيطالب به في الأصح ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر وهل يجب بالأخف أو الأثقل فيه أو لا يجب شيء أقوال نشرح مثلاً نشوف سلحاج يصلي بالسدل وقيم قانس السدل هكذا هو على بأنه باللي قعل زير يصلي بالسدل قبل السنوات أو هل يجوز لك؟ تقول له لازم تعطيني الدليل باللي يجوز السدل وقيم قبل السدل فى دليل السدل جاء جاء يجوز السدل نتساثن دي غفري ديشي اواجي افغان ديوين الفهامة افغان اذياني القرون واذيبطلوك تظليث الملايينك الظلن ديشي ديوين دليل تفهميه تمثلت؟ خطر نتساء هذا الأمر ثابت في الزمن الماضي خطر لا تجتمع أمتي على ضلالة ملايين البشر في الكرة الارضية يصليوا بالسدل هكا اذا كان نستصلي هكا يجوز هكذا يجوز بالقبض وهكذا يجوز اذا غادت فرواحس اه لو كان نشوف واحد يدير هكا سنحبس هذه لم ترد حبس لأنه لم ترد اه انوليوني تظلك نغذي خذ ماكا الله كبر لا هذه لم ترد ما ثبت في الزمن الماضي هذا يكمل فالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأى ايتموني أصلي اه ما هذا يصلي لا يشوفه توضى في حديث عثمان عثم لعثم توضى كي كمل الوضوع اصلي هكذا كان نبي صلى الله عليه وسلم هكذا توضى هكذا ثلاثم لعنة لغلظم ممكن تكون بعض الخلافات هكذا كان وصولا أنا واحد يدير هكذا موجودة عند غيرنا موجودة عندهم نحن ما ولفنا هاش بارتك ما كانش في الزير نكون ولف آلي الرتور وقلنا في الباك حينما تحدثنا عن حرف الباك وهنا الباك تفيد الإلصاقة تفيد التبعيضة تفيد وتفيد وربي قال ومسحك برؤوسكم هذه هذه إذن العلم العلم يفرق على المشاكل إلا ما كانش العلم الجهل هو لوعر الجهل يريث لذلك الزمن اللي قبل الإسلام يسمى الجاهلية عندهم حاجة مليحة الرجلة والكلمة ميف الأمور تعدين يا لاطفي جاهلية ألا لا يجهل من أحدنا علينا فنجهل فوق جاهلين الجاهلين مزاف ولكن نحن ننصف الناس الشي اللي داروا عنطر بن شداد الرجل أنت عوية حاصرها الرجل أنت عنطر عنطر بن شداد لا يريد أن يزم حينك يا أنا أمين وكأن الرجال الله الله للمبادئ والقيم قيمة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعيت لأتمم ما كارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق صالح الأخلاق وردت في الأدب المفرد الإمام البخاري رقم الحديث مئتين نوث ثلاثة وسبعين ماذا فهمتم من الحديث هذا؟ معنى كين ما كارم الأخلاق نبلاح صلى الله عليه وسلم ما نصف ما قالك شجع الجاهلية ما ينفعوش الليلة ما قرن؟ ما قرن؟ كيني ويغد بشد كملا غد فنوغ الأخلاق ما قالهما إن اذا صاره ما فهم؟ إكوسيونيث معناه إكوسيونيث لما ليس قبليث معناه إفكايس إفكايس صدقية وكريديبيريتي قبليث ميلاً تمسال نظن خاطئ مفهوم جاء الإسلام مجدداً وجاء مبدداً تجديد تبديد أين الهان مجدداً وجاء المصار حادي ومشي ذي العيد ما نستخدمك ذيكوال كريمسلين خطراً لحون باش كنا نستفهم أما ذي بك نهضر ثق ذي لتقوران ميتيكوال ذي مسلين قاريس وظن الرسالة ذايا هذا إفكايس القوة إذن فهمنا لا يطالب النافي بالدليل كي تقولو لماذا تصلي بالسدلي ما عندكش الحق تقولو أعطيني الدليل أنتا اللي تقولو إذا كانكش دليل عندك وإلا خليه خليه ما تزلط بالقبض يجوزو أوسلكنا جاء بخير وعلا خير الحمد لله شفتوا الإسلام جميل ما لصنصينيك وقي جوار أعطيني أعطيني كشيني كشيني نغلم بعد نصدر أحكاما فتحولنا إلى قضات وليتا أن نمارس القضاء القضاء عنده حق ما شي يحكم فنحن دعاة لا قضات كما قال صاحب هذه المقولة الله يرحمه برحمته الواسعة ثم يقول ويجب الأخذ بأقل المقول وقد مر وهل يجب بالأخف أو الأثقال أحيانا أنغر ذي الشرع يكتب الفقه أنه في رأيين مختلفين يون الرأي يفتي بالأخف سوين خفيفا أي نفسسا ويفتي بالأثقل بالعزيمة أيهما أفضل ورأي نطفن كني ثورا تصغر ذي الفقه إلا واندها تفضيون أما ذي المذهب المالكي أما روياضة يون السخفف ويشدد نغيزة زاية أرجو منكم الإجابة تبع هذا أو هذا تفضلوا انتظروا الجواب سهولة الدنيا يسر ما خير بين أمرين إلا اخترا أيسرهما ما لم يكن أو من القرآن أعطيوا لديهم من القرآن سورة البقرة الآية مئة وخمسة وثمانين زيدوا الديل وحدة آخر من القرآن برنفت يسروا لتعسروا حديث برك الله فيك زيدوا برنفت هل من مزيد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان صحيفة وينجت الآية هذه صورة النساء الآية مسيلة ثمانية وعشر دين تفيد هكذا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان صحيفة خلاص انتم عندكم أدلة يلا هذا لي قلب العزيمة عطيني برك الله فيك هو عنده من عقلية هو من عاونك من أدلة العقلية تقول كلما تحكم بالمستوى كلما حصلت أجرا زائدا هيا زيادة في الأجر زيادة في الأجر وهذا مطلوب مثلا مثلا ابن عمر كان يأخذ به هي بالعزاهم ابن عباس بالرخص ابن عمر وهذا والصحابي وسيأتي كلام عن قول الصحابي هي زيد فاسبر فاسبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذا في حق النبي صدر عليه السلام ولكن ليه أصحاب العزمات أرباب العزمات زيادة في الأجر كين دين الآخر الأحواط 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 لدينك أنك تأخذ بالعزيمة وهكذا وهكذا بارك الله فيه لذلك العلماء يقولون ما قلته يقول ألزمن نفسك بالعزيمة ولكن لا سوفيا ثوري قل كذا إنما كذا من من ثقة إنما الفتوى من ثقة أما التشدد فيحسنه إنما الرخصة هي رخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد أنت في حق نفسك طلع خذ بالعزيمة على قدر أهل العزم تأتي العزائم شكون قائل هذا البيت أبو الطيب المتنبي شاعر الحكمة طلع ولكن كترح للناس لا يسر على الناس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذن واش يقول وهل يجب بالأخفي أو الأثقال شوف ما قالش العزيمة قال الأثقال يجب كلمة مخالفة مباشرة المقابل فيه أو لا يجب شيء أقوال يعني يحب يقول هناك من يقول لك سيكا باركا وصحيحة حالة بحالة أحيانا نأخذ بالعزيمة أحيانا نأخذ بالرخصة الآن مثلا رمضان المسافر اللي يسافر بالطائرة عنده حقية كل في رمضان ما شغل اللي يسافر بالجمل ما شاله وني روح نسفل الزيلة نغو عاوذي ولما في لفيون يسع لحقذيش لأن العل السفر هو ما شقة ما تقول ليش طو موبيل كليماتيزي لا يجوز لا لا افطر ما كنت تفطر في المجتمع فلان مفهوم لازم تكون شوية ذكي ما تروح قد ملع جايز وتأكل رمضان هذا الناس اللي راحوا في العمرة في رمضان عندهم مشاكل يجيبوا المكلة ربعا تعالى ويوكلوا في الطيارة لطيف لا ستسنة رمضان يرنال حنغ العمرة ولكن إذا كنت شاطر علش علش تدير مشاكل مع الناس علها ما تقول انتم ما تعرفوش الشريعة أنا اللي نعرف الشريعة رخصة يا ولدي هاو معاكل الفلاحين والله ما يفهموا هذه اللغة أصبر قد تأكلش ذلك أفضل ذلك أفضل أليس كذلك أنا عندنا عرف قائم نساء ثلوين ذي رمضان تشنطة رمضان ونزرية أليس كذلك الناس عندهم عذر ولكن سبحان الله إذن نحن نحن من نحن 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 ويضا نحن 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 ليس كذلك خطر رمضان أنتو شعب الله أكرم الشيك مساعد هذه الجماعة يقولون مجزام رمضان ذا قروض ذا مشطوح السلسنطة فرنس وثداوين ذا حضر يوظام وقبل ذلك مجفدا يوظام مثل سفل وقرموذ 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 لا يمكن أليس كذلك لا ننكر على غيرنا نقيم أنتو لا يكاد مقدار نقيم يا ما شاء الله ذا غنكني ولا قرر ذا غنطسو ذا غنطسو ذا غنطسو لاصل النق أنقيم ذنكني ما نتسو وانوين كني بعد فيه مسألة أخرى مسألة اختلف هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبد قبل النبوة بشرع آآ مسألة واعرة قبل من من يغلل النبي ذي النبي الميسى عربعين سنة ذا شو قذفة عن نبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذا ذي يغلل ذي النبي سؤال عربعين سنة يعني جاوبوني كنت ظل في هذا الشيخ سمحلي بعدين من الشيخ كان على الدينة الحليفية الدينة الحليفية شو عليا ولكن سبقه الأنبياء اسكو هو يعبد الله بشريعة إبراهيم أم بشريعة نوح أم بشريعة يوسف أم موسى أم عيسى كيف الكلمة الجامعة الحنيفية دليل أنه كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد كان يعبد الله ربي سبحانه هياه لأنه وخاتم النبيين دي كان ولكن سؤال هل كان على شريعة قومه يعني الوثانية أبدا هذه محل إجماع إن في صلى الله يسلم ربي ذي عار ما زرع عني كل الجاهل يعبد زراع وكذا خاطئ ننسى الحنيفية ولكن ذي الحنيفية اختلف العلماء هل سنجكن ذي الحنيفية نغذ شريعة من الشرائع ماذا قالت ذي سبك مسألة اختلف هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبد قبل النبوة بشرع في كانت سؤال واختلف المثبت على طول معنى الذي يقول أنه كان يتعبد بشرع واختلف المثبت فقيل نوح وكان لقل اذبع شيخ الأنبياء سيدنا نوح يعني اختلف العلماء في تعيين الشريعة منها هذه الشريعة وإبراهيم وموسى وعيسى يعني تجد سبك كان ذكيا فذكر الخلاف وقدمه لنا على هذا الطبق وما ثبت أنه شرع أقوال والمختار المختار يعني وش قال هو تجد سبك الوقف تأصيلا وتفريعا ممتاز ما معنى الوقف تأصيلا وتفريعا معنتها تأصيلا خطر لو ذكر الأصل يقول أنه متبع للأنبياء هو مطالب بالإجابة عن سؤال آخر من هو هذا النبي لذلك وقال كل عندي المختار تفصل في المسألة يفرث مثل فرغورس ينادي الوقف أتوقف يخو يردق لا في التأصيل ولا في التفريع المهم ما يهمني أن نريد على الوثانية في السناث أنه على الحانفية أنه يعبد الله كان يتحنف في غر حرا المدين زي الفلس جبريل يقرأ بسم ربك الذي خلق أيوة هذا هو غالغورس ممتاز حسنت شفت الشيخ المستوى تعالى بجد الشيخ الحداد بارك الله فيك سأجيبك فقط خلينا مقطعي بارك الله فيك ثم وشق المصنف وبعد النبوة المنع ما معنى المنع وبعد النبوة المنع معنى بعدما صار نبيا صار متبعا لشريعته الجامعة المانعة وهو خاتم الأنبياء والمرصالين هو الخر وبه اكتمل الدين كما في صورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام داء دينا ورضيت لكم الإسلام دينا ومين من قال بطبعها القول الإمام الحرمين صاحب الورقات الإمام الجويني والإمام الغزالي أو الغزالي والإمام الآميدي إلى أخي وهم اختاروا هذا الرأي ميدنا وبعد النبوة المنع هنا يصار شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لأن الآن ثلاثة الكاتيجوري بين الأنبياء يمزور ثلاثة الصناف الصنف مزور ما كان موجودا ثم أكد في شريعة الإسلام مثلا نبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فينعنا شريعة إبراهيم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام يخي نخدم أضحي أضحيات العيد ثقي شريعة إبراهيم قفلات لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام إمغدين صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام إذن السنة النبوية المحمدية وافقت السنة الإبراهيمية هذا النوع مما ورد وتأكد في شريعة الإسلام نأخذ به يقينا أليس كذلك وإن الله إذن سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذا كان خدم ما كان خدم وهال السنة من فيه إلا النوع النظم مخالف تماما وإن الشرائع السابقة نسخها القرآن لا منسوخات هذه لا نطلب بها خلاص نوع الثالث في إشكال عند حكاها القرآن بلا إقرار ولا إنكار أربي يحكي هذا في صورة يوسف صواع الملك هذا شو سينا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم القرآن يحكي ما حصل هل يجوز عقد الجعالة يحكي من دينا ربي الآياجي هل ترى أنه ربي يأخذ مثلا يأخذ ما دينا رب حكاها برك كون حكاها هل هي شرع لنا أم لا بمعنى آخر هذه مسائل ستكون محل نقاش في اللقاء القادم الصنف الثالث من صناف الإجماع من ذي شوث عند القرآن يحكي ولكن لم يفصل يخي نفكاد الأمثلة سيدنا يوسف سيدنا شعب سيدنا موسى يخي سيدنا موسى يزوجك ويليسنا شعب ما مهرها سؤال هل يجوز أن يكون يكون صداق منافع خدمة أرد بذكر ثماني حجاج كذا وإن زيت فمن عندك إذن سنناقشها بالتفصيل الدرس القادم مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة سبحان الله مرة فهم الفهم مدينة مرة معناها تمت الإشارة إليها وبعده الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل قال الشيخ الإمام إلا أموالنا نشرح حكم المنافع والمضار قبل الشرع بمعنى لا حكم قبل ورود الشرع هذا الكلام تعال إمام الغزالي أبو حامد لا حكم قبل ورود الشرع ما عندها قبل أدي الشرع ورود ما أدني إلى الحكم أشو الحكم ولا الشرع كل يمشي قليلا ولكن ذي شو غدين تجد دين سبك أدي قر حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل بمعنى قبل ورود الشرع لا حكم مدم لا حكم أنه غال غال استصحاب بمعنى أين انفع يجوز أين ظر ذي الحرام هذا ما كنت الشيء النافع يجوز والشيء الضار لا يجوز ومسألة المنفع والمضار تدرك عقلا تدرك عقلا أدي سيون ذي تعدي الفائض إذا لا يجوز أدي سيون ذي كرويض إذا لا يجوز في المأكولات كل شي يجوز أين في المدنة كني ما في نس أكسوم نلفيل ماشي بايضة نلفيل أين شن شن أما ذي وثال ما في الدوض أما في المأكولات ولا في المشروبات ولا في المعاملات الأصل الدين الدين السبكي قال الشيخ الإمام المراد بذلك بابا لهو تقي الدين السبك هو فهمنا إلا أموالنا لكلم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام ابن ماجا وغيرهم أحضر نعلق نقول التاج الدين السبكي فغلظ يغلظ أخطأ مرتين لسببين مأخذان الأول أنه يا تاج الدين السبكي هراك تكلمنا ما ننص فيه أنت هاو النص موجود إذن ما تقول إش قال بنا قال الشيخ الإمام لا ها النص موجود المأخذ الثاني أنت قلت إلا أموالنا لا متن الحديث أشار إلى الأموال وأشار إلى الأعراض وأشار إلى غيره إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة الحديث أنت حجة الوداع من واخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى إذن هم مأخذان في القاتمة بعض القواعد المهمة ذات الصلة طبعا بالاستصحاب منها الأصل في المنافع الإباحة هذا هو لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض في معرض الإمتنان معنا الإباحة خلق لكم قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق الأولى صورة البقرة 29 والثانية صورة الأعراف الآية 32 وحلت لكم الطيبات صورة المائدة الآية 5 والأصل والأصل في المضار التحريم أيضا عندها أصل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر في الإسلام هذا حديث ابن عباس ابن ماجا نعم أخرجه الإمام ابن ماجا من حديث ابن عباس هذه رواية كيف رواية أخرى شفوا عليها هذه لا ضرر ولا ضرر في الإسلام رواية رواية أخرى لا ضرر في الإسلام ولا ضرر قدم الإسلام فقرواه أبو داود عن من حديث وكيع وكذلك واسع ابن حبان وحديث آخر لا ضر ولا ضرر رواه الإمام محمد في مسنده والإمام مالك في موطئه إذن ثلاء لا ضرر ولا ضرر في الإسلام رواية أخرى لا ضرر في الإسلام ولا ضرر رواية أخرى لا ضرر ولا ضرر وصار هذا الحديث قاعدة فقهية معتمدة من القواعد ذات الصلة بالاستصحاب الأصل براءة الذمة من الدين أو من التهمة إلى آخره وكذلك الأصل في العبادات الحضر إلا بنص أي المنع والتحريم ولنعبد الله إلا بما شرع وقاعدة الأصل في المعاملة العكسية الأصل في المعاملة الإباحة أو الحل أو الجواز إلا بنص والحمد لله خير كثير في باب الاستصحاب إلى هنا ينتهي حديث إليكم في هذا المجلس ألقاكم في مجلس آخر إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألقاكم في مجلس ألقاكم في مجلس ألقاكم في مجلس ألقاكم في مجلس